مراحل تطور عملية الاتصال الإنساني مرت عملية الاتصال في خمس مراحل وفقاً لتطور وسائله أولاً، مرحلة ما قبل اللغة تتم عملية الاتصال عن طريق الأصوات التي يحدثها الإنسان باستخدام بعض الأدوات كالعظام أو طرق الطبول أو الإشارات اليدوية ثانياً، مرحلة نشوء اللغة بدأ في هذه المرحلة نقل الأفكار والمعلومات من المرسل إلى المستقبل عن طريق الرموز اللفظية المفهومة حيث تتطلب في هذه المرحلة وجود المرسل والمستقبل في مكان واحد ثالثاً، مرحلة نشوء الكتابة بدأ في هذه المرحلة نقل الأفكار والمعلومات من المرسل إلى المستقبل عن طريق الرسالة المكتوبة حيث يمكن قراءاتها في أي وقت رابعا مرحلة اختراع الطباعة استفاد منها الاتصال في نشر العلم والمعرفة واتساع دائرة الاتصال خامسا مرحلة تقنيات الاتصال الحديث ظهرت مع وجود الهاتف اللاسلكي ثم الإذاعة والتلفزيون عبر الأقمار الصناعية حيث أصبح الاتصال أسرع في أقل وقت وجهد ممكن